السلام عليكم يا اهلا وسهلا بكم فيديو جديد ومقاردة قوية جدا هنختار فيها افضل موبايل في فئة الخمساشر الف جنيه او تحت خمساشر الف جنيه فئة التلتمية دولار ومعنا تلات موبايلات مهمين جدا من تلات شركات جمدين جدا وتقريبا الموبايلات دي هي اللي هتلبي احتياجاتك بقى سواء انت في التصوير سواء في الجيمز سواء في الاستخدام العادي هتلاقي معنا النهاردة تلات موبايلات اقوياء جدا اما لو انت محتار تختار ايه ما بينهم فخلينا كان الاول نتعرف على التلات موبايلات معنا من افضل موبايل في الفترة الاخيرة عامل مباعات عالية جدا ومعنا من سامسونج الجالاكسي اي خمسة وتلاتين موبايل جديد قوي جدا وخليفة اكتر موبايل اتباع قبل كده الجالاكسي اي اربعة وتلاتين ومعانا بقى من ريلمي الجديد موبايل برضو جديد كوي جدا فخلينا النهاردة نعمل كده مقارنة بين التلات موبايلات ونشوف ايه افضل موبايل وهيكون افضل في ايه خلي بالك كل الموبايلات دي موبايلات حلوة وبتقدم تجربة كويسة لكن كده بيكون مختلف يعني موبايل بيديك كده اهتمام اكتر في الاداء موبايل اهتمام في الكاميرات مع اهتمام بالبطارية مع اهتمام بالمجتملات فبص المقارنة هتكون كويسة ومهمة ومفيدة تبعها في الاخر هنقارن كل حاجة في الموبايلات وبعد كده هقولك مميزات وعيوب كل موبايل والاختيار اكيد بيرجعلك لكن انا هرتبهم ليك ما تعملش اسكيب وتقدم المقارنة عشان هتكون مفيدة في كلام في النص بيتقال ما بيتقالش اكيد في الاخر فمرحب بكم في مقارنة افضل موبايل في الفئة المتوسطة او بداية الفئة المتوسطة فئة الخمساشر الف جنيه يا ترى سامسونج ولا اوبو ولا ريلمي الاول لو انت مش متابعني اعمل اشتراك في القناة ولو انت بتابع او مش متابع اعمل لايك للفيديو وكمل اكيد الفيديو الاخر واللي مش مشترك اشترك وفعل اشعرات وتابع بقى الكلام اللي جاي بنتكلم هنا في عالم الموبايلات على كل الموبايلات الجديدة ومقارنات وترشيحات الافضل وكمان بتابعكم بالاسعار فشغالين كده كوكتيل كل ما يخص عالم الموبايلات نبدأ بقى كده ونجيب اشكال التلت موبايلات وهنبدأ بالاوبو الاوبو رينو ليفن اف كعادة اوبو دايما بتهتم بالدزاين او بالشكل الخارجي لموبايلاتها والتأفيل بيكون كواس جدا موبايل جاي سمكه ضعيف جدا سبعة ونص ميلي وده اخاف في موبايل لانه جاي بمية سبعة وسبعين جرام فالصمك الموبايل حلو وكمان الموبايل خفيف والسطب بتاع الكاميرات شكله كده شيك وشكله حلو جدا كمان بقى القوالة الخارجي كالعادة جاي من البلاستيك او البوليكاربوناين لكن الافضل هنا بقى كمان ان الموبايل جاي بمقاومة مية الاي بي خمسة وستين مقاومة حلوة جدا وبيدعم الان اف سي وبيدعم الفاي اف جي وبصمة موجودة في الشاشة بتعمل بكفاءة وبسرعة كويسة جدا فالشكل الخارجي كده كواس جدا وللعلم الموبايل هنا ما بيدعمش منفل السماعات تلاتة ونص ميلي وده عب سخيف في الموبايل لو انت مهتم بمنفل السماعات وبيفرقك وللأسف نفس الكلام برضو السامسونج جالكسي اي خمسة وثلاثين ما بيدعمش برضو منفل السماعات تلاتة ونص ميلي لكن الشكل الخارجي بتاعه هنا جاي بخم شوية لان الخامات هنا بريميوم جاي من الزجاج لكن بوزن بقى تقيل شوية متين وتسعة جرام وبسمكة او تخانة كبيرة شوية تمانية واثنين ميلي فهنا وزن الموبايل تقيل حبتين تلاتة وهو يكون هو اتقل موبايل في السلسلة معنا والسطب بتاع الكاميران بتاعه السطب العادي كالشياكة موبايل هو مش اشك حاجة فوزنه يكون تقيل وكمان تخين شوية لكن في نقطة حلوة في الموبايل ان هو بيدعمل اي بي سبعة وستين ودي اعلى مقاومة مية موجودة ما بين التلات موبايل فتقدر تحط الموبايل في المية مستريح مفيش فيها اي مشكلة في النقطة دي وطبعا ما تتعمدش ان انت تعمل الموضوع ده الكلام ده عشان لو هو قويع في المية غصبا عنك فاكيد موجود في مقاومة طبعا موجودة بصمة في الشاشة بتعمل بكفاءة كويسة لكن مش احسن حاجة معانة بتاعة اوبو اللي موجودة افضل منها ونفس الكلام بيدعم الان في سي ونفس الكلام بيدعم الفايف جي اما بقى لو جينا الموبايل التالت وهو الشكل برضو بتاعه شيك حجمه لحد ما مش كبير وجاي بقى بتزين الكاميرات الدائري جاي بوزن مية وتسعين جرام وبسمك سبعة وتسعة ميلي سمك لحد ما متوسط وزن متوسط الاشيك هنا في حتة الاوزان الأتقل في حتة الاوزان بيبقى مش لطيف في مسكته وهو موجود فيه بصمة شاشة بتعمل بكفاءة كويسة جدا وبينعمل اين اف سي برضو وبيدعم الفايف جي والخماد بتاعته لحد ما برضو من البلاستيك او البولي كربونايت مع الجلد الظهر الموبايل والفرين بتاعه بلاستيك لكن مدى ان هو استقلت شوية كده لكن هو بلاستيك وهنا الموبايل هو الوحيد اللي بيدعم من في السماعات تلاتة ونصف ميلي فدي نقطة برضو بتكون كويسة او مفيدة لناس كتير هو الوحيد اللي بيدعم تلاتة ونصف ميلي في الموبايلات التلاتة يبقى دزين او شكل خارجي بيرجع لك اكيد انت اكتر لكن الاشيك في التلات موبايلات هو والخامات البريميوم الاكتر هتكون في السامسونج جالكسي اي خمسة وثلاثين والوحيد اللي بيدعم من في السماعات تلاتة ونصف ميلي هو لكن في تنازل هنا في مقاومة المية مقاومة المية هنا اي بي اربعة وخمسين للترتاشة بس ما تقدرش تنزل فيه زي وزي الترتب في مقاومة المية الجالكسي اي خمسة وثلاثين رقم واحد رقم اتنين اخيرا الريلمي تولف بلس اما بقى لو جينا على الشاشات اللي موجودة في الموبايلات تقريبا كل الشاشات جايين بالشاشات كويسة جدا معك هنا تقريبا افضل شاشة هنا كواليتي وكسطوع وكحماية هي شاشة الجالكسي اي خمسة وثلاثين الشاشة جاي من نوع سوبر امولود على خلاف الاوبو وي الريلمي اللي اتنين جايين من نوع الامولود بحجم ستة وستة انش ويبتدع بالمئة وعشرين هرتز وبسطوع بيصل الى الف وميت نتس والاهم طبعا موجود عليها طبقة حماية من النوع الفخم جدا طبقة حماية قوية جدا على شاشة الجالكسي اي خمسة وثلاثين يليهم شاشة الابو رينو اللي موجود عليها برضو طبقة حماية وده على خلاف الريلمي مش موجود عليها طبقة حماية الابو جاي من نوع امولود بحجم ستة فاصلة سبعة انش مية وعشرين هرتز برضو والسطوع بتاع بيصل الى الف وميت نتس فتقريبا السطوع متساوي في الابو وكمان في الجالكسي اي خمسة وثلاثين لو جينا للريلمي تولف بلوس فعا جاي بحجم ستة فاصلة سبعة وستين انش من نوع امولود مية وعشرين هرتز لكن طبقة الحماية مش مذكورة على الموبايل والسطوع بتاعه هو اعلى سطوع ما بين الموبايلات لو انت مهتم بالبرايتنس او بالسطوع الموبايل لمشاهدته بقى في الخارج او لو انت يعني بتستخدم الموبايل في الخارج كتير تحت عشعة الشمس وعايز اعلى سطوع هيكون الريلمي اعلى سطوع لكن كقوالة موبايل وكحماية الى خمسة وثلاثين اعلى حاجة متواصف بقى وده من يجمعك الحماية وبعين الكوالة الكويس والحجم المعقول هيكون الرينو ليفن اف نجب على النقطة التالتة والنقطة مهمة شوية وهي المعالجات في الموبايلات واداهم الاداء يعني سرعة الموبايل يعني هيعيش معك قد ايه وهيكون حلو في التصفح في التنقل بجانب الواجهة طبعا بجانب استخدمات تانية كتير معانا الابورينو ومعانا الريلمي بنفس البروسير او نفس المعالج ديمينستي سبعتلاف خمسين بتقنية ستة نانوميتر بروسير حلو اداءه كويس شغال معك بكل كفاءة مفيش فيه اي مشكلة ومعانا في الجالاكسي ايه خمسة وتلاتين الاكزونس الف تلتمية وتمانين بروسير برضو كويس وقوي جدا واعايز اقولك على الورق كده اداءه اقوى من الديمينستي سبعتلاف خمسين اللي موجود في الموبايلين لكن التجربة الفعلية التلات موبايلات قريبين جدا من بعض سواء في التصفح او في فتح التطبقات او في التنقل او حتى في الجيمز التلاتة بيشغلوا بابجي على ستين فريم واداءهم مستقرة وكويس في التلات موبايلات مفيش فيهم اي مشكلة فالسوفتوير برضو في التلات موبايلات اعلى سوفتوير في شركات حاليا هتلاقي موجود من اوبو وهتلاقي موجود من سامسونج ومن ريالمي السوفتوير بتاعت التلات شركات حلوة جدا ومستقرة جدا لو هررتبهم ممكن نقول اوبو وسامسونج بينفسوا بعض وتحتهم كده بحاجة بسيطة موجود الريالمي لكن السوفتوير بتاع سامسونج حلو ومتميز في نقطة مهمة جدا ودي ضربة عضية لباقي الشركات وهي التحدثات الاندوريد والتحدثات الامنية كل الشركات بتديك تحدثات اندوريد سنتين او تلات سنين لتلاندوريد والتحدثات الامنية معادة سامسونج بتديك اربع سنين تحديثات اندوريد وخمس سنين تحديثات امنية فرقة جدا بسنتين عن الشركتين اللي موجودين التانيين سواء الاوبو او الريلبي فهنا نقطة قوية جدا لصالح سامسونج الجالاكسي اي خمسة وتلاتين لكن الاداء الاداء متساوي في التلات موبايلات لكن في بقى نقطة هنا هتلاقي ان الجالاكسي اي خمسة وتلاتين تمانية جرام عمتين ستة وخمسين وهتلاقي نفس الكلام تمانية جرام عمتين ستة وخمسين لكن متميز هنا في حتة هتلاقي تمانية جرام عمتين ستة وخمسين واثناشر جرام مع خمسمية واثناشر وده النسخة اللي فيها السعرات بتاعتها قريبة من الاسعار اللي احنا بنكرم بها سواء الريلو او الجالاكسي فنقطة اكيد مميزة برضو لصالح الرالمي لو انت محتاج الرام العالي او المساحة الكبيرة تحديدا الخمسمية واثناشر جبارة جدا الموقع غالي انت عملت اللايك ولا لا ما تكملش معي كل ده وتبقى لسه ما عملتش اللايك اعمل اللايك ويلا بينا نكمل والشير اكيد بفضل غير يلا بينا نكمل طيب نسيبي الاداء اللي اغلب الشركات المتسوية فيه مع عدد سامسونج متميزة في حتة التحديثات نيجي بقى لنقطة الكاميرات معك هنا تلت كاميرات في التلت موبايلات بداية من الرينو اف اربعة وستين ميجابيكسل فتعسقا في لكن مش موجود مسبب بصري. مع كاميرا تانية ثمانية اتنين ميجابيكسل للميكرو والتصوير هنا فوركي. لكن مفيش ثبات في الموبايل هنا ومش موجود هنا مسبب بصري والصور اللي خارجة من الموبايل حلوة وقويسة وكل حاجة لكن في الفيديوهات هي مش احسن حاجة. مع كاميرا صيلف بدقة اتنين وتلاتين ميجابيكسل. اما بقى لو جينا الجیلاكس اي خمسة تلاتين فعتلاقي تلك كاميرا برضو خمسين ميجابيكسل فتعسها فون بوينت ايت وموجود هنا ثبات بصري او اي اس بيديك ثبات عالي جدا في الصور وفي الفيديوهات وكاميرا تانية تعملية ميجابيكسل الترويد وكاميرا تالتة خمسة ميجابيكسل للمكرو وموجود كاميرا سلف بدقة طلعتاشر ميجابيكسل فتعسها فتو بوينت تو الكاميرات هنا بصور معك فور كي سواء السيلفي او الخلفية ودي نقطة قوية جدا نيجي للتالت موجود برضو تلك كاميرات خلفية الرئاسية بدقة خمسين ميجابيكسل فتعسها فون بوينت ناين بمستشعر من شركة سوني مستشعر كويس جدا وموجود كمان ثبات بصري والكاميرا التانية تمانية ميجابيكسل الترويد وكاميرا تالتة اتنين ميجابيكسل للمكرومة وكمان سيلفي هنا بدقة ستاشر ميجابيكسل فتعسها فتو بوينت تو بيصور معك حتى فول اتش دي بس ما بيصورش فور كي والسيلفي في الموبايل هنا هو كترتيب كده كاميرات في السيلفي هيكون اقل سيلفي في التلات موبايلات واقوى سيلفي هيكون لأوبو السيلفي بتاعه قوي جدا وبيديك كده سكين تون حلو كمان بيديك الالوان او اضافة الالوان للصور الحاجة كده اللي الناس بتحبها بيديك حاجة تجميلية شوية وده على خلاف السامسونج اللي بيكون واقعها اكتر فبيكون مش افضل حاجة للناس اللي بتحب الصور فهنا السيلفي كترتيب هيكون الأوبو رقم واحد هيكون السامسونج رقم اتنين هيكون رقم تلاتة نجي بقى الكاميرات الخلفية هيكون سامسونج رقم واحد وتحديدا في تصوير الفيديوهات عالي جدا وفي حتة تانية يليه رقم اتنين هيكون في الكاميرا الخلفية ويليه رقم تلاتة هيكون اوبو في الكاميرا الخلفية اللي الصور بتاعته حلوة ومظلوم هنا في المقارنة لكن مفيش فيه ثبات عالي فرقم واحد في الكاميرات هيكون سامسونج يليها ريلمي ويليها الأوبو رينو ليفن اف لكن السيلفي الأوبو أكيد رقم واحد والثلاث موبايلات موجود فيهم انه يسكنسيليشن مميك للعزل والدوضاء والثلاث موبايلات جايين ببطارية بكوة خمس سلاف ميلي أمبير خمس سلاف ميلي أمبير كؤسة جدا في الثلاث موبايلات وبتضم معك لفترة كبيرة تقريبا لو انت استخدمت متوسط هتجيب معك يوم كامل أو يوم وشوية كمان لكن اللي فارق بقى هنا قدرة الشح في الأوبو الرلمي شاحن سريع سياروخي بقدرة سبعة وستين واط أما في السامسونج متأخرة جدا شاحن بقدرة خمس وعشرين واط ومش موجود في العلبة فدي نقطة سلبية جدا قدرة الشحن ضعيفة وكمان الشحن أصلا مش موجود هتحتاج ان انت تشتريه تاني فهتزود فئة سعرية تاني بخلاف النواة السامسونج سعره أعلى سيكة فعيكون نقطة سلبية جدا برغم ان الـ A35 متفوق في حاجات كتير لكن النقطة دي فرقة جدا ان الشحن مش موجود وكمان قدرته ضعيفة خمسة وعشرين واط ممكن اقولك ان خمسة وعشرين واط لو انت مش هتركز او لو انت جاي من قدرة شحن بسيطة هتكون برضو لحد ما مقبولة معاك بتشحن الموبايل في حدود ساعة تقريبا او ساعة الا لكن سبعة وستين واط قدرة شحن ساروخية يعني ساروخية بجد لو انت استخدمت شواحن سريعة فاكيد مش هتقدر تستغنى او مش هتقدر تعمل دون جريد وتنزل للخمس وعشرين انما سبعة وستين اللي موجودة في الموبايلين دي كويسة جدا وحلوة جدا ونقطة قوية في الاوبو وفي الريلمي اما بقى بالنسبة للصوتيات فالاوبو واقع هنا في الصوت الصوت بتاع اوحادي مش استيريو ودي نقطة غريبة جدا وعلامة استفهام ليه مش استيريو في الفئة دي اكيد غريبة جدا صوت اوحادي سماع لحد ما معقولة وحلوة لكن كتجربة صوت مش افضل حاجة موجود معك الاي خمسة وثلاثين استيريو موجود الريلمي استيريو السامسونج والريلم يتفوقوا على اوبو في حتة الصوتياط اما بقى في حتة المستشعرات وفي الشبكات فالسامسونج واه شوية في مستشعر التقارب اللي هو بيقى في المكالمات موجود SOFTWARE اي نعم شغال لكن هو مش احسن وده على خلاف ήوبو واهمستشعرات كلها موجودة وتحديدة مستشعر التقارب موجودة فعلي وكمان كل المستشعرات بقى موجودة في المبيلات اللي هيزجيرسكوب وغيره لكن ني جي بقى الاهم شوية وهي الشبكات في الموبايلات الشبكات بتاعتها الاتصال او الواي فاي شبكاتها متوسطة ووقع شوية سامسونج في الحتة دي في شبكات الواي فاي بتفلتر الشبكات ولو الروتر بتاعك بعيد عنك مش هيجيبه وده على خلاف اوبو وريلمي اللي الشبكات بتاعتها صاروخية بطلقة كويس جدا سواء شبكات الاتصال او بقى المكالمات او شبكات الواي فاي كويسة جدا في الابو وفي الريلمي لكن متوسطة في السامسونج انا عايزك بس كده تكون ان انت بتعد معي عشان مش هعدلك تاني انا ممكن اقول لك ملخص دلوقتي لكن انت تبقى عدت معي تاني وسقطت مني ارجعت الفيديو تاني من الاول واعد كده كل نقطة انا قلتها ده اقوى في ايه ده اقوى في ايه وحتى لو هتوه سجل الحاجات دي اه عشان تبقى انت عارف انت هتختار ايه لان الاختيار مش بيناسب كل الناس حد مهتم مثلا بالكاميرات وحد مهتم بالاداء حد مش فارق معا ان يبقى فيه منفز ثلاثة ونص ميلي وحد فارق معا حد مش فارق معا الصوت السيريو وحد فارق معا فاهمني فالحاجات دي كلها بتختلف على حسب ميولك واختيارك انت فانا بكلم اكتر من حد مش بكلم حد واحد عشان كده ما ينفعش اوجهك او اقول لك ده افضل حاجة فانت عد معايا النقط وتقريبا انا قلت لكم كل حاجة لكن خلينا بقى كده اقول لك ملخص برضو سريع عشان تبقى انت مبصود برضو مزعلات. لو انت خدت الاوبوف هتاخد ايه? هتاخد شكل شيك وحلو جدا وخفيف شاشة لحد ما معقولة اداء لحد ما كويس شبكات كويسة جدا شاحن ساروخي سلفي بتاعه قوي جدا وبصار معك حتى فوركي وخلفية متوسطة او مش احسن حاجة والموبايل بيجي معه بكل المجتملات بالشاحن وخلافه وموجود معه كل حاجة دي المميزات لو انت اشتريت الاوبوف طب ايه العيوب لو انت اخترنا الموبايل ده? اول حاجة ضمان دولي وخلي بالك من النقطة دي. اي نعم موجود ضمان محلي لكن بيتبع جدير ضمان دولي. وضمان دولي دي يعني مش موجود له ضمان في مصر خلي بالك من النقطة دي. الصوت بتاعه عادي مش استيريو ومش مقبول في السعر ده ان يبقى ده صوت عادي. السبات بتاعه في تصوير الفدوات تحديدا سبات الكاميرات مش احسن حاجة وتحديدا الكاميرا الخلفية. فدي تقريبا الحاجات السلبية اللي موجودة في طيب ايه الحالو لو انت اخد ايه خمسة وتلاتين? هتاخد خامات بريميام في الموبايل وهتاخد شاشة قوية جدا مع طبقة حماية. هتاخد مقاومة مية مهمة جدا. هتاخد اداء او تجربة اداء كويسة جدا. كاميرات خلفية قوية جدا. مع محترم جدا وتحديثات طويلة جدا لاربع او خمس سنين معك فدي كويسة جدا. طيب السلبيات لو انت اخترت الايه خمسة وتلاتين? اول حاجة المجتملات الموبايل مش موجودة معها سواء شاحن جرابس كرينا اي حاجة مش موجودة مع الموبايل وده ايه براغم جدا. تاني حاجة الشبكات الموبايل مش احسن حاجة. سواء شبكات الاتصال او شبكات المكالمات. وكمان ما فيش منفل سماعات تلاتة ونصف ملي اللي هو بتاع السماعات السلك العادية. اخيرا بقى لو اخترنا اتنشر بلص هتاخد ايه حلو فيه? اول حاجة تقريبا والمميزة على الموبايلات التانية رام عالي جدا بيصل الى اتنشر جيجا رام ومساحة داخلية كبيرة جدا بتصل الى خمسمية واثناشر وده نقطة كده في الموبايل هنا مش موجودة في الفئة السعرية دي تاني او موجودة في موبايلات بس موبايلات ضعيفة بحاجة كتير. ومقاومة المية بتاع الموبايل ضعيفة جدا خلي بالك من النقطة دي هو اضعف موبايل معنا وبرضه مش مقبول ان يبقى في الفئة دي بمقاومة مية ضعيفة والسلف بتاعه ضعيف. فبس كده تكن كل شيء بخصوص المقارنة بين ثلاث موبايلات من ثلاث شركات مهمين جدا. اكيد انت دلوقتي ووصلت وجمعت اختيارات كده انا بهتم بايه اكتر فهتروح ليها. مش لازم انا اوجهك وقول لك ده افضل موبايل اشتريه او ده افضل موبايل لو اشتريه لاني انا مش بكلمك انت لوحدك انا بكلم اكتر من حد وكل حد له اهتماماته. تا حد ممكن يفرق معا صوت استري وحد تاني ما يفرقش. حد ممكن يفرق معا النواق عادي ممكن اجيب شاحن تاني وبس اخد كاميرات قوازة اللي موجودة في سامسونج بس السلف بتاعها مش اقوى حاجة. ولا هاهتم بس في اخدوا القوبو. تفهمني? ففي تفاصيل كده لازم تعرفها من خلال الفيديو وبتفهمها. عشان كده المقارنة تولد. وتولد اكيد عشان اوضح لك كل الحاجات دي. فهتمنى يكون ان الفيديو اعجابكم. هتمنى ان انت تعمل شير لكل زميلك والكل الناس اللي كانت بتسألها المقارنة دي. وهتمنى ان انت كنت عاملت لايك الفيديو. واكيد اشتراك في القناة. بس كده اشترككم فيديو جاء الاخير في رعاية الله. اكيد ما تنسوش الشير بيفيد الغير. يلا سمع عليكم.